اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بعد فإن الله جل وعلا خلق الجن والإنس لغاية عظيمة ألا وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعبودية الله والقيام بالطاعة له سبحانه وتعالى غاية عظيمة من غايات خلق الإنسان ومن هنا بعث الله الرسل وأنزل الكتب ليقود الناس إلى هذه الغاية العظيمة كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأول أمر في كتاب الله يجده القارئ هو الأمر بعبوديته سبحانه وتعالى وقد وجه الأمر فيه إلى جميع الناس كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فاستدل بكونه خالق على كونه واجب العبادة وحده فالعبودية حق خالص له سبحانه وتعالى ومن هنا كانت دعوات الأنبياء ترتكز على هذا المبدأ العظيم فكل نبي من أنبياء الله يدعو قومه فيقول لهم أن اعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله فهذه دعوات الأنبياء ودعوة الأنبياء هذه قد جاءت تفاصيلها في ألفاظ الكتاب والسنة فأمر الناس بأن تكون عباداتهم كلها لله جل وعلا ومن أمثلة ذلك أن العبد يقوم بعبادة الصلاة يريد بها وجه الله والدار الآخرة يعبد الله بها كما قال تعالى فصل لربك وانحر وهكذا عبادة الذبح والنحر لا بد أن تكون لله جل وعلا وحده ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله وهكذا من العبوديات التي يجب أن يفرد الله بها عبادة الدعاء بحيث لا يدعو الإنسان إلا رب العزة والجلال كما قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ومن هنا من دعا الله استجاب له دعاءه ومن دعا غيره لم يحظ إلا بالخيبة والخسران كما قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين ذليلين فدلت هذه الآية على أن الدعاء نوع من أنواع العبادة يجب أن تكون لله وحده وهكذا قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي المقابل بيّن الله أن من توجه بالدعاء لغيره لم يحظ إلا بالندم والخسارة كما قال سبحانه ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وكما قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وهكذا في عبادة الخوف فإن العبد يجعل عبادة الخوف لله وحده دون من سواه فلا يخافوا من صاحب وظيفة أو صاحب ملك أو صاحب قوة أو صاحب مال وإنما يخاف الله جل وعلا كما قال سبحانه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وكما قال سبحانه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وهكذا في عبادة الرجاء وانتظار الفرج والرغبة في الخير إنما تكون عبوديتها منطلقة لله عز وجل فترجو الله وحده فإنه بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وهكذا في عبادة الطاعة فيطيع الإنسان الله جل وعلا ويطيع الله بطاعته لمن أمر الله بطاعته فتطيع المرأة زوجها كما في قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ويطيع الولد والده كما قال تعالى وبالوالدين إحسانا ويطيع الإنسان رئيسه في عمله وصاحب الولاية عليه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته لهؤلاء عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولذا لو أمر واحد منهم بمعصية الله لم يبح له أن يطيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وكما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله وهكذا في عبادة المحبة فإننا نحب الله ونحب من يحبه الله طاعة لله وعبادة لله نحب أنبياء الله وأولياءه نحب علماء الشريع وأهلاء العبادة طاعة لله وعبودية له سبحانه وتعالى كما قال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً لِلَّهِ وكما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يحب الله ورسوله بمعنى أنه يقدم محبة الله ومحبة رسوله على ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وهكذا يتقرب الإنسان لله ويعبده سبحانه بعبادة العمرة والحج كما في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وكما قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهكذا في بقية العبادات نعبد الله بعبادة الزكاة والصدقة ونعبد الله بعبادة الصيام والإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات في أيام الفرض في شهر رمضان وفي ما نعبد الله به من صيام غير رمضان من الأيام ويتمكن المرء من عبودية الله جل وعلا بجوارحه بحيث يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى ويتمكن من عبودية الله بلسانه ومقاله ويتمكن من عبودية الله بقلبه فينوي بأعماله عبودية الله جل وعلا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان ست والإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله فجعل القول من الإيمان وهو من العبادة والطاعة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو عمل من أعمال الجوارح ثم قال والحياء شعبة من الإيمان والحياء عمل من أعمال القلب فجعله داخلا في مسمى الإيمان والطاعة ومن هنا جاء في الحديث إدخال الأعمال في مسمى الإيمان في مواطن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومقام التوحيد هذا الذي نفرد الله فيه بالعبادة ينبغي أن يكون شاملا لكل حياتنا كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فنحن مأمورون بأن نجعل أعمالنا كلها لله في الصلاة وفي النسك وهكذا في الحياة كلها ولذلك فبمقدار ما تنويه من أعمالك قربة لله وطاعة له سبحانه تكون منزلتك عند رب العزة والجلال فإذا دعوت الخلق فلتكن منطلقاتك في الدعوة أن تسعى إلى إرضاء الله وتكون عابدا له سبحانه كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وكما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما كنت من المشركين ولذا فعليك أن تقلب حياتك كلها لتكون طاعة لله جل وعلا وعبادة له سبحانه وتعالى ومن أمثلة هذا أنك عند سلامك على الناس تنوي بذلك أن تطيع الله بهذا السلام فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإسلام ومن أعمال الإيمان أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وهكذا عندما تحسن الخلق مع الآخرين تنوي بذلك طاعة الله جل وعلا والسعي في الحصول على رضاه لا يكن خلقك الجميل وفعلك الحسن من أجل مراءات الخلق ومجاملتهم فقط وإنما ليكن من شانك أن تفعل ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل من أحسن خلقه كمثل الصائم القائم وهكذا عندما تختار الألفاظ الطيبة الحسنة ينبغي بك أن يكون مقصودك أن تعبد الله جل وعلا بذلك وطاعة لله في قوله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وانظر ناداهم بإسم العبودية ليبين أن القول الحسن من عبودية الله جل وعلا قل لعبادي قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة وهكذا عندما تقوم بالنفقة على نفسك أو على أهل بيتك ليكن مقصودك بذلك أن تطيع الله جل وعلا فإن الله قد أمرك بالنفقة عليهم فاجعل نفقتك عبادة تتقرب إلى الله بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهل بيته يحتسبها صدقة وقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيمراتك وهكذا عندما تأكل الطعام ليكن من شأنك أن تنوي بأكلك الطعام القربة والعبادة لله سبحانه وتعالى فإن الله قد أمرك بذلك ولأنك بهذا الطعام تتقوى على عبودية الله سبحانه وتعالى قال تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّوا الْمُسْرِفِينَ فدل هذا على أن العبد يتمكن من نية العبادة في مأكله ومشربه لأنه بذلك يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى وهكذا عندما تنام ينبغي بك أن تنوي بنومك التقرب لله عز وجل فإن بدنك يتقوى بنومك على طاعة الله وعبوديته وحينئذ فاجعل النوم وسيلة تتقرب بها إلى الله وتعبده سبحانه وتعالى ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال يعني إنما صحة الأعمال وقبولها عند الله بحسب نية العبد وإنما لكل امرئ ما نوى أي لكل واحد من العباد حظه من الأجر والثواب بحسب نيته التي عقد قلبه عليها إذا تقرر هذا فما هي مقاصدنا في نياتنا ينبغي بالإنسان أن يقصد بأعماله أمرين أولهما أن يرضي الله جل وعلا فإن السعي في تحصيل رضا الله شأن أهل الإيمان والعبادة ولذا قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله انظر لقوله ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ومن هنا عليك أن تنوي هذه النية أن تنوي بأعمالك استجلاب رضا رب العزة والجلال فكل أمر يوصلك إلى رضا الله ليكن عملاً من أعمالك فإذا كان الشكر لله على نعمه يستجرب العبد به رضا الله كما في قوله وإن تشكروا يرضه لكم فليكن من شأنك أن تكون شاكراً لله على نعمه مثنياً بها عليه سبحانه وتعالى وأما الأمر الآخر الذي تقصده في نيتك فهو أن تقصد بأعمالك الحصول على أجل الآخرة ورفعة الدرجة فيها ولذا قال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً وليس معنى هذا أن العبد يترك أمور الدنيا ويبعد عن استجلاب نعم الله عز وجل فيها بل يكتسب العبد ينوي بذلك أن يستجل بريض الله وأن يحصل على أجل الآخرة فما حصله من أمور الدنيا كان على جهة التبع ولذا ليس من شأن ديانة العبد أن يزهد في الدنيا بمعنى أن يتركها فليس معنى الزهد في الشرع أن يترك العبد طلب الرزق وإنما معنى الزهد أن تكون أعمال الإنسان للآخرة بحيث يترك ما لا ينفعه في آخرته أما طلب الرزق فإنه يعين العبد على العفاف وعدم الحاجة إلى الآخرين بل يعينه على النفقة على نفسه والنفقة على من تحت يده والقيام بالصدقات والأعمال الخيرية ولذا جاءت النصوص بالترغيب في النفقة في سبل الخير والقاعدة عند علماء الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد فإذا كانت النفقات مأموراً بها في الشرع فإن الوسيلة الموصلة إليها من استجلاب الرزق ومن قيام الإنسان على الأعمال التي يكتسب بها تكون وسيلة للطاعة فمن نوى أنها كذلك كانت في حقه طاعة يتقرب بها إلى الله جل وعلا ولذا جاء في النصوص الترغيب في الاكتساب والحث عليه وقد ذكر الله جل وعلا من أعمال أنبيائه عليهم السلام ما يكتسبون فيه من آدم إلى نوح إلى غيرهم من أنبياء الله ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وراع الغنم قالوا ولا أنت يا رسول الله قال كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة ولذا جاء في النصوص بيانوا أن من جعل المال والولد وسيلة لطاعة الله انتفع بهما في الدنيا والآخرة بخلاف من لم ينوي بماله ذلك ومن هنا قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من أتى الله بقلب سليم أسلمه لله ونوى به مرضاته فإنه ينتفع بماله وولده فإن من القواعد المقررة عند علماء الشريعة أن الاستثناء من النفي إثبات فلما نفى انتفاع الإنسان بماله وولده يوم القيامة ثم استثناء فقال إلا من أتى الله بقلب سليم دل هذا على أن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع بماله وولده يوم القيامة وهكذا في قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا يعني أن من آمن وعمل صالحا فإنه يتقرب إلى الله بماله وولده وينال بهما درجة وزلفا ولذا قال فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وإذا تقرر هذا فإن العبد ينوي بأعماله الآخرة ويقصد رفعة الدرجة فيها وبهذا يُخالف الإنسان طريقة من خالف طرائق أنبياء الله فإن بعض الناس يقول أنا أعبد الله محبة له لا خوفا منه ولا رجاء وهذه طريقة خاطية فإن أنبياء الله كانوا يرجونه ويخافونه كما قال تعالى كأن أنبيائه عليهم السلام كانوا يدعوننا رغبا ورهبا رغبا أي رجاء ورهبا أي خوفا وخشية ولذا أثنى الله جل وعلا على علماء الشريعة بأنهم يخافون الله ويخشونه كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وكما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذن أثنى عليهم وجعل خشيتهم لله وخوفهم منه سبحانه سببا من أسباب حصورهم على هذا الثواب العظيم والأجر الكبير في يوم المعادة وحينئذ يحقق الإنسان توحيد الألوهية وذلك أنه يعلم أن التصرف في الكون من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وكما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وحينئذ متى حقق الناس التوحيد يريدون الآخرة جعل الله عز وجل الدنيا تأتيهم وهي راغبة لم يقصدوها ولكن الله يتفضل عليهم بذلك ومن أمثلة ما يؤتيهم الله إياه من النعم في الدنيا أن تطمئن نفوسهم فلا يوجد عندهم الطراب ولا اكتئاب ولا وساوس ولا شيء من أمراض النفوس بل تكون نفوسهم هانئة قانعة مطمئنة ساكنة كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهكذا أيضا وذلك أنهم لما آمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا أن تصريف الأمور بيده سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حينئذ لم يصبهم هلع ولا جزع وإنما كانوا أصحاب نفوس مطمئنة يشعرون بطمأنينة قلوبهم نعمة الله عليهم مهما أصابهم من المصائب ومهما لحقهم من الكربات كما قال لأنهم يؤمنون بأن ذلك من عند الله وأن الله جل وعلا يريد بهم الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وهكذا وهكذا إذا آمن العبد أن الأرزاق بيد الله كما قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وكما قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إطمأنت نفسه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فإذا كان الله مولاك فلن يقدر لك إلا ما هو خير لك وإن كرهته نفسك كما قال تعالى وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وكما قال وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وحينئذ يصل العبد إلى أعلى درجات الإيمان بأن يكون محسنا راضيا عن الله جل وعلا فيرضى الله عنه ولذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه في مواطن من كتابه ورضاك عن الله بأن ترضى به ربا فترضى بما قسمه لك في أمور الدنيا من رزق أو من مكانة أو من مصيبة وهكذا ترضى عن الله في أمره فما جاك من أوامر الله تتلقاه بالقبول وبالرضا بدون أن يكون في نفسك شيء من التردد في هذا كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وكما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وكما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فإذا كان هذا في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك في حكم رب العزة والجلال نتلقاه بالرضا والقبول وعدم المجادلة والمحاجة فيه فيورثنا ذلك طمأنينة في نفوسنا ومن آثار تحقيق العبودية وقصد الآخرة وعدم قصد الدنيا بأعمالنا أن يكون له الأثر في تآل في المؤمنين ومحبة بعضهم لبعضهم الآخر كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكما قال تعالى هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وحينئذ يكون أهل الإيمان متحابين متوادين متعاونين يطبقون قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويكون من شأنهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وكما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وهكذا من آثار التزام الإنسان بالتوحيد وانعقاد قلبه بالعبادة لله وحده أن ينصره على أعدائه وأولهم عدوه الحقيقي الأول إبليس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وهكذا ينصره الله جل وعلا على كل من يريد به شرا أو يعاديه كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكما قال سبحانه لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وهكذا الناظر في سيرة أولياء الله ومن الأنبياء والعلماء والعباد الصلحة يجد أنه قد يبتليهم بشيء من أمور الدنيا في أول حياتهم لكنهم ينتصرون على أعدائهم بتمسكهم بعقائدهم وسيرهم على منهج التوحيد في كل حياتهم وهكذا من الآثار المترتبة على التوحيد أن يكون هناك أمن وأمان كما قال تعالى كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وبذلك يكون هناك استقرار وأمن في المجتمعات المسلمة كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن قام بالعبودية لله وحده توحيدا له وحده دون من سواه جعل الله عز وجل عاقبة أمره إلى خيري الدنيا والآخرة وهكذا يحصل الأمن والاستقرار استقرار الدول والأفراد بالقيام بعبودية الله وحده قال تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزَ الذين إن مكَّنَّاهُمْ في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وهكذا من آثار التوحيد وإفراد الله بالعبادة أن يسوق الله للعبد أنواع الأرزاق يرزقه في ماله ويرزقه في عمله الصالح ويرزقه في علاقته وفي مكانته وفي جميع أموره كما قال تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وكما قال تعالى وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أي كافيه يكفيه شرور كل شيء ويكفيه أمر رزقه ويُيسِّر له أمره ويتولى جميع شأنه ومن هنا قال الله تعالى أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ فَمَنْ قَامَ بِعُبُودِيَّةِ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ جَمِيعَ شَأْنِهِ واستمع لقوله سبحانه إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَاهُ وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وحينئذٍ عليك أن يكون من شأنك أن تقصد هذين الأمرين العظيمين أن تقصد رضا الله بكل أعمالك وأن تقصد بعملك الدار الآخرة وليس معنى هذا أن تترك العمل في الدنيا وإنما تنوي بعملك الآخرة حتى في كسبك وفي قيامك بعملك تنوي بذلك أجر الآخرة فتكون بذلك ممن جمع الله لهم الدنيا والآخرة قال تعالى ذا من أولئك الذين اقتصرت مقاصدهم وإرادتهم على الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ومن هنا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا تأمل الإنسان ذلك علم أن أولئك الذين قصدوا بعبوديتهم لله أمر الدنيا يريد أن يقوم بالدين والشرع من أجل أن يرزق أو من أجل أن تتيسر أموره أو من أجل أن يحكم في الدنيا فإنه مخالف لطريقة أنبياء الله وإنما يقصد الإنسان بهذه الأمور وجه الله والدار الآخرة وحينئذ تأتيه هذه الأمور على جهة التبع ولو لم يكن قاصدا لها فضلا من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ومن هذا المنطلق علينا أن نسعى لتحجى صحيح مقاصدنا ونياتنا بأن تكون أمورنا نعبد الله بها لننال بها رضا وأجر الآخرة فإن متى لم نكن كذلك لم تستقم لنا أمورنا ولم نحصل على أمر دنيا ولا آخرة إلا ما قسم لنا ومن هنا لما ذكر الله جل وعلا من كانت مقاصدهم دنيوية ومن كانت مقاصدهم أخروية قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ثم ذكر الله جل وعلا مقام العبودية له سبحانه وذكر الأعمال الصالحة التي يعبد بها رب العزة والجلال إنه متى صلحت مقاصد الناس ونياتهم وكانت مقاصدهم أخروية انتفت عنهم شرور كثيرة وأعمال سيئات عظيمة فمن ذلك مثلا أنه ينتفي عنهم الظلم فمن كان يجعل الآخرة بين عينيه وأنه سيحاسب الأعمال على عباه على أعمالهم في الدنيا فلن تتجاسر نفسه على ظلم عباد الله لن يظلم زوج زوجته ولن تظلم زوجة زوجها ولن يكون هناك ظلم بين الشركاء ولا بين القرابة من الإخوة أو العمومة أو أبناء العمومة لماذا؟ لأن كل منهم يستشعر أنه بين يدي أنه سيقف بين يدي رب العزة والجلال في ذلك اليوم الذي يقتص فيه للشاة الجلحة من الشاة القرناء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا متى كانت مقاصد الناس أخروية كان من شأنهم أن يقدموا على الإحسان إلى عباد الله ومن هنا قال تعالى أرائت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الدين يراد من معانيه الجزاء الذي يكون يوم القيامة كما قال تعالى مالك يوم الدين وحينئذ من آمن بالآخرة فإنه سيقدم لآخرته بإحسانه إلى عباد الله يطعم المسكين ويقوم على اليتيم يريد بذلك أجر الآخرة ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة وكذلك متى كان من شأن الناس أن يجعل الآخرة بين أعينهم كان من صفاتهم أن يتعاملوا مع كل ما يرد إليهم بأحسن المعاملات ومن أمثلة ذلك أنه إذا جاءتك أذية أنك تترفع عن أذية من آذاك ولا تتجاوز في حد الله تعالى فإنك بين عينيك قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً وبالتالي لا تقابل إساءة الآخرين بالانتقام بما هو أعلى من إساءتهم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار والضرر الابتداء بالأذى والضرار مقابلة ما يأتيك من الأذى بما هو أكثر منه ولكن لو قابلت الأذية بمثلها جاز ذلك ولكن ليس هو السبيل الأمثل قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكنه رغب في العفو وفي الرضا وفي المغفرة والتجاوز ولذلك الرتبة الثالثة في مقابلة الأذى الذي يأتيك من غيرك أن تصبر وتحتسب الأجر فيه وبالتالي تكون بذلك من من نال أجر الصبر الذي رتب في النصوص الشرعية كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكما قال تعالى وبشر الصابرين وهكذا هناك درجة أرفع من الصبر وهي الدرجة الرابعة وهي درجة العفو والتجاوز بحيث تتسامح عن الآخرين وتقابل أذيتهم بالعفو والتجاوز وقد قال جل وعلا فليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولذا كانت الرتبة العليا هي الإحسان لمن أساء إليك فمن أساء إليك فتقرب إلى الله بأن تحسن إليه فتكون قد حزت بذلك أعلى المراتب ولذا قال تعالى في هذه الآية والله يحب المحسنين وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة يعني من أساء إليك فأحسني إليه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وفي الآية الأخرى قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي صديق صداقة خاصة خالصة بينك وبينه مودة حامية حارة ومحبة لا تكون إلا بين القلائل بين من الناس وأما من أحسن إليك فتقرب إلى الله بمقابلة إحسانه بما هو أفضل من إحسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنكم إن أحسنكم أحسنكم قضاءا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف استسلف سنا من أسنان الإبل فجاء صاحبه يطالب به بعد مدة فلم يجدوا له السن الذي يوافق سن البعير الذي يأخذ منه فلم يجدوا إلا ما هو أفضل منه رباعيا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعطوه ما هو أفضل من حقه وبهذا نعلم أن طريقتنا التي ننجو بها هي السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون هناك توحيد صحيح ولا عبودية مقبولة إلا بالسير على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وكما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون فمن سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة قُبلت عبادته ومن سار على طريقة مخالفة لطريقته لم تُقبل عبادته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكما قال صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلفظة كل تفيد العمومة وكما قال رب العزة والجلال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقد عاب الله جل وعلا على أولئك الذين ينسبون إلى شرعه وإلى دينه ما ليس منه إذ هذا كذب على الله والكذب على الله من أعظم الذنوب كما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا يوجد أحد أكثر ظلم من أولئك الذين يكذبون على الله وقال سبحانه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ومن هنا يحذر الإنسان أن يكون متبعا لخطوات الشيطان في التحليل والتحريم قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا يتمكن الإنسان من معرفة الطريقة الصحيحة في عبودية الله إلا بدراسة كتاب الله عز وجل ودراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرجوع إليهما وبالأخذ منهما تحصل النجاة دنيا وآخرة ويكون الإنسان على أكمل الوجوه وأتمها كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وكما قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا لم يتمكن الإنسان من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة تواصل مع علماء الشريعة الذين يوثق بهم في علمهم العلماء الربانيون الذين يرشدون الخلق إلى الله تعالى فيسألهم ويأخذ منهم كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وصفات العلماء الربانيين الذين يرشدون الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ومن صفتهم أنهم يستندون على الكتاب والسنة ومن صفتهم أنهم يحببون الخلق في الله ويحبب ويكون من أثرهم أن يحب الله العباد وكذلك من صفتهم أن يذكر الناس باليوم الآخر ويجعلونهم يستعدون للآخرة بحيث لا تكون مقاصدهم دنيوية ومن صفتهم أيضا أن يصبروا على أذى الخلق ويكون من شأنهم أن يتواضعوا لعباد الله وأن يتقربوا إليه سبحانه ببذل ما ينفع عباد الله أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن استعد لآخرته كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا اللهم أصلح قلوبنا واملأها تقوًا وإيمانًا بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم وفق لا تأمور هذه البلاد لكل خير واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر